ازاي احذف الرسائل في بنتارست ده موضوع حلقتنا النهاردة فاتبع معايا الفيديو ده للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناة ياسمين عشور النهاردة كده هنحذف الرسائل في تطبيق بنتارست بس يا ريت قبل ما ابدأ شرح النهاردة تعملي لايك الفيديو ده والقال ما نتشوف قناتي تعملي اشتراك في القناة لو عندك اي سؤال او استفسار اكتبلي في التعليقات كم سؤال جالي كده ان ازاي نحذف الرسائل في بنتارست يلا بينا كده نروح مع بعض على بنتارست نفتح التطبيق بالشكل ده وبعدين بابدأ اروح على الكسم الرسائل ايكونة دي كده بضغط عليها من هنا طبعا لو جلنا التحدثات يعني او ظهر كلمة التحدثات ممكن يجي لها التحدثات بالشكل ده ممكن انا بضغط على صندوق الوارد وبضغط عليك كده بيجي لك صندوق الوارد والرسائل الجديدة وزي ما انت شايف تمام كده بضغط على الرسالة لان انا عاوزة ان انا اعمل لها حسف طبعا ضغطة مطولة مش بيظهر حاجة معانا تمام دخلنا على المحادثة بالشكل ده وضغطنا على التلات نقاط برضو مظهرش معايا كلمة حسف في الحالة دي ان لسه يعني التطبيق في عطل فني بحسف الرسال في بنتارست كل علي انا بنتظر بقى ان هم يزبطوا العطل ده انا عملت كل المحاولات كل حاجة تتخيلها عشان اقول لك ازاي يحزف الرسال في بنتارست معرفتش اجيب لك حل الحل دلوقتي اللي قدامي ان انا اعمل اضغط على الثلاث نقاط واعمل اخفاء المحادثة تم اخفاء الرسالة ان انا اخفي الرسالة بالشكل ده اما حسف الرسالة مش متاحة دلوقتي في التطبيق رجعنا اعدادات التطبيق هتقول لي رجع اعدادات التطبيق شوف لنا حل انا هشوف حل الفترة اللي جاي ان شاء الله وهنزله في اقرب وقت بس حاليا دلوقتي الرسالة اللي قدامي انا عملت لها اخفاء مؤقت طيب عاوز ارجع لها تاني بروح على جهات الاتصال بالشكل ده بروح على الشخص اللي انا اعملت له اخفاء وبلقي الرسالة تاني وبضغط على الثلاث نقاط الاعلى وهنا زي من شايفين برضو ظهر اخفاء المحادثة مفيش حاجة اسمها حسف المحادثة مظهرتش لسه للاسف لسه مظهرتش عاوز اظهر المحادثة تاني بضغط على الاسم وبلاقي المحادثة موجودة عادي وابدأ ان انا اكتب الرسالة او الرسالة تاني عادي مفيش اي مشكلة اول ما يبقى متاح في حسف الرسالة في بنترست عادي وهنحزفها وما فيش اي مشكلة وهنزلك على طول فيديو عندك اي سؤال اقصد افصار اكتبلي في التعليقات انا بارد على كل التعليقات اشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته